مع انطلاق عملية تحرير سواحل الغربية لمحافظة تعز التي أعلنها الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف العربي تتجه الأنظار أيضا إلى محافظة الحديدة التي لا تقل أهمية عن تعز لما تمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية حيث تشكل المدينة الساحلية والمطلة على سواحل البحر الأحمر شريان الحياة الوحيد والمتبقي لجماعة الحوثين وحليفهم صالح فلا زالت موارد المدينة المالية تغذي خزائن الانقلابين في صنعاء وصعدة تتوالى أنباء الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني الذي يتقدم بخطا ثابتة نحو ميناء المخى قادما من ذباب والمنذب والعمري فتنزل كالصاعقة على مسلح الجماعة وقياداتهم في الحديدة وسرعان ما تبادر قيادات الانقلاب إلى زيارات متكررة للمدينة لرفع معنويات مسلحهم وابداء سيطرة هشة تكشفها زيارة مفاجئة لرئيس مجلس الانقلاب السياسي صالح الصماد فقد ظهر الرجل حوله قيادات الجماعة وحليفهم صالح وهم يجرون زيارات هدفها تقديم مادة إعلامية فارغة علها تغطي على الهزائم التي يتلقونها في جباهة سواحل الغربية الممتدة من ميدي وحرض شمالا وحتى باب المندب جنوبا ويعيش مسلح الجماعة حالة من الانهيار والترقب لما ستسفر عنه المعارك الدائرة في السواحل الغربية لمحافظة تعز وتدفع الجماعة خسائر بشرية ومادية على وقع ضربات التحالف والجيش الوطني في حرض وميدي كما أن عمليات المقاومة الخاطفة استنزفت الميليشيات المسلحة بشكل كبير يشدد مراقبون على استمرار العمليات العسكرية على السواحل الغربية وصولا إلى تحرير الحديدة ومينائها ما سيضع صنعاء بين فكي كماشا ويقطع تدفق السلاح والمال إلى الانقلابيين لتتغير بذلك معادلة الحرب والسياسة في اليمن لصالح الحكومة الشرعية